مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة واحد وستة تملي الأول ولاحظوا كل جدولين وأتممه عندنا هذه الجدول جدول الأول متلت إذن الشكل اللي غادي نحسبه علاش غادي نخدمه هو المتلت فعندنا قياس قاعدته قياس الارتفاع الموافق لها أي الموافق لقاعدته قياس مساحته أعطونا القاعدة أعطونا الارتفاع غادي نحسبه المساحة أعطونا المساحة الارتفاع غادي نحسبه قياس دي القاعدة أعطونا القاعدة وعطونا المساحة فغادي يطلبوا منا الارتفاع إذن أول شيء كي أخصنا تذكره هو القاعدة اللي كنحسبو بها مساحة المتلات في الحصة اللي فات كنطلبت منكم تحفظوا هات القواعد حساب مساحة المتلات قلنا القاعدة في الارتفاع على اثنان مساحة متوازن أضلاع القاعدة في الارتفاع مساحة المعين القطر الكبير في القطر الصغير على اثنان ومساحة شبه المنحارف القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع على اثنان إذن اللي بقي ما حفظهم مش غادي يوقف الفيديو وغادي يحفظهم ويرجع يكمل التمرير إذن قلنا قياس قاعدته 18 سنتيمتر وقياس ارتفاعه 10 سنتيمتر قاعدة نحسب المساحة فهنا قاعدة نحط القاعدة إذن القاعدة شنو كنت قل مساحة المتلت هي القاعدة لباس في الارتفاع القاعدة في الارتفاع على اثنان وندروا التطبيق العذادي يعني كنعوض كل حاجة بالقيمة ديالها القاعدة قياس قاعدتي 18 سنتيمتر نكتبو 18 سنتيمتر الارتفاع 10 سنتيمتر على اثنان ثم نجزو العملية 18 في 10 180 سنتيمتر مربع على اثنان 180 على اثنان يساوي 90 سنتيمتر مربع نكتبو 90 سنتيمتر مربع ثم عندنا قياس المساحة 75 سنتيمتر مربع وعندنا الارتفاع 15 سنتيمتر سنبحث عن القاعدة عن قياس القاعدة فدائما القاعدة لحساب مساحات المتلس قلنا القاعدة في الارتفاع على اثنان إذن هاد المرة اعطونا هاد المرة اعطونا المساحة 75 إذن نديرو تكافئ 75 سنتيمتر مربع لبن المساحة عندنا فش كتساوي المساحة القاعدة هي اللي كان بحسولها ما عرفناش للقاعدة الارتفاع الارتفاع كذلك عندنا 15 سنتيمتر في 15 سنتيمتر على اثنان إذا اللحظو كيفاش غاد يلقاوا القاعدة إذا القاعدة شنو كتساوي كتساوي غاد ينديرو المساحة غاد يندربوها في اثنان إذن 75 سنتيمتر مربع هنقسمنا على اثنان من اللي غاد يرجعها للجهة الخر غاد يندربوه في اثنان ثم هنا ضربنا في 15 من اللي يرجعها للجهة الخر غاد ينقسمها على 15 سنتيمتر يساوي ماذا ونجزو العملية 75 في اثنان غاد ينديرو 75 في اثنان يساوي 150 على 15 يساوي 10 إذن 150 على 15 يساوي 10 10 سنتيمتر إذن ف طول القاعدة 10 سنتيمتر إذن 10 في 15 105 150 على 2 75 ثم عندنا القاعدة قياسها 12.5 سنتيمتر وعندنا المساحة إذن دائما غاد ينطبقوا القاعدة اللي قلنا هي القاعدة في الارتفاع على 2 وغادي نعوضه لكش اللي اعطونا اشنو اعطونا اعطونا المساحة إذن 27 فاصلة 5 27 فاصلة 5 سنتيمتر مربع يساوي ماذا يساوي القاعدة في الارتفاع إذن نقلو عليه على 2 إذن وقفوا الفيديو بنفس الطريقة غريس تبحتوا على الارتفاع كيف مدرنا باش تبحتنا على القاعدة فيما سابق إذن نديروا الارتفاع عشنو كي يساوي ارتفاع كي يساوي المساحة نضربها في جوج مقسومة على 12.5 إذن وقفوا وحسبوا ثم رجعوا شوفوا الجواب إذن سنتيمتر مربع في 2 ونقسم على القاعدة لـ 12.5 سنتيمتر ثم نديروا 27.5 في 2 يساوي 5.5 نقسم على 12.5 يساوي 4.4 إذن الارتفاع يساوي 4.4 سنتيمتر ارتفاع 4.4 سنتيمتر فلذرنا القاعدة في الارتفاع على 2 إذن 4.4 في 12.5 يساوي 5.5 على 2 يساوي 27.5 اللي هي المساحة الجدول الثاني عندنا متوازي الأضلع إذن متوازي الأضلع فلنعود نذكر بالمساحة دي المتوازي الأضلع إذن المساحة متوازي الأضلع كما سبق ونشرنا القاعدة في الارتفاع القاعدة في الارتفاع قياس قاعدته 12.5 قياس الارتفاع الموافق لها 13 متر احسب قياس مساحته وقفوا الفيديو وطبقوا القاعدة ويتلقوا المساحة ويضروا القاعدة في الارتفاع يعني 12.5 في 13 بعدما تنجزو العملية 12.5 في 13 يساوي 162.5 متر مربع قلنا كنتبقوا القاعدة فقط كنتبقوا القاعدة في الارتفاع للمساحة المتواز الأضلع القاعدة في الارتفاع القاعدة قياسها 12.5 متر والارتفاع 13 متر كنتبقوا القاعدة في الارتفاع 12.5 في 13 122 6.5 متر مربع ثم لدينا قياس مساحته أي مساحة متواز الأضلع 122 سنتيمتر مربع ولدينا قياس قاعدته 12 متر فأولا قياس الارتفاع الموافق للقاعدة سيكون بالسنتيمتر لماذا؟ لأن عندنا المساحة المساحة المتواز الأضلع بالسنتيمتر مربع فكذلك 12 متر سنحولها إلى السنتيمتر إذن سنضع سنحولها فقط دهنيا سنضع 2 في المتر إذن المتر بعده الدس ثم السنتيمتر سنضيف صفرين إذن سنحصل على 1200 سنتيمتر إذن الآن لدينا المساحة مساحة متوازل أضلع القاعدة في الارتفاع ولدينا قياس المساحة الذي هو 1200 سنتيمتر مربع 1200 سنتيمتر مربع يساوي القاعدة في الارتفاع قياس القاعدة لدينا 1200 ومئتاني سنتيمتر في ماذا في الارتفاع يساوي 1200 إذن في ماذا في واحد سنتيمتر إذن 1200 سنتيمتر في واحد سنتيمتر يساوي 1200 سنتيمتر مربع فعندنا هنا 12 متر يجب نحول هذا سنتيمتر لكي نلقى المساحة ب سنتيمتر مربع إذن 12 متر كتساوي 1200 سنتيمتر 1200 سنتيمتر في واحد سنتيمتر يساوي 1200 سنتيمتر مربع إذن في واحد سنتيمتر ثم الحالة الثالثة لدينا المساحة دائما المساحة المتوازي الأضلع هي القاعدة في الارتفاع أعطونا المساحة أعطونا المساحة كتساوي 31 سنتيمتر مربع إذن قلنا القاعدة في الارتفاع فهنا عندنا الارتفاع يعني القاعدة ما عندنا شغلين بحثوه القاعدة هنا عندنا 10 سنتيمتر إذن القاعدة أش كتساوي القاعدة تساوي المساحة هي 31 سنتيمتر مربع على الارتفاع الذي هو 10 سنتيمتر إذن 31 على 10 يساوي كم يساوي 3.1 سنتيمتر أحسب بالمتر مربع قياس مساحة شبه المنحرف متساوي الساقين A B C D إذن هذا شبه المنحرف هو متساوي الساقين بمعنى هذا الساق هو نفسه هذا الساق فكاللحظة عندنا أن القاعدة الصغرى طول جلها 136 سنتيمتر وعندنا هذه المسافة هذه إذن هذه المسافة كنعرفوها بقيتنا هذه المسافة فاشنو كاللحظة كاللحظة A B E D A B E D متوازي الأضلع متوازي الأضلع وفي متوازي الأضلع كنعرفو كذلك بأن كل ضلعين متقابلين فهما متوازين ومتقائسا بمعنى هالضلع له نفس قياس هالضلع وهالضلع له نفس قياس هالضلع هذا يعني أن 136 سنتيمتر هي نفسها هذه المسافات إذن هنا 236 سنتيمتر من إلقنا هذه المسافة فقد يلقوا القاعدة الكبرى ديال شبه المنحارف ولا عرفنا القاعدة الكبرى وعرفنا القاعدة الصغرى وعندنا الارتفاع فيمكننا نحسب المساحة ديالشبه المنحارف لأن قولنا بأن المساحة ديالشبه المنحارف سنعود نذكروا بها مساحة شبه المنحارف هي القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع على 2 فكنت طلب لكم باش تحفظوا هاد القواعد القواعد بربعة لان انا غادي نحتاجهم فكتلاحظوا احتاجنا مساحة المثلات ثم مساحة متوازي الأضلع فاحنا غادي نحتاج المساحة ديال شبه المنحارف اذا اول حاجة كنكتبوه القاعدة اللي حسابي مساحة شبه المنحارف كندير القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع على اثنان القاعدة الكبرى كنرمزولها بمجسكول القاعدة الصغرى بمنسكول في الارتفاع لاوتوغ اش سيغدو ده بغد نعوضه بقيمة كل حاجة القاعدة الكبرى القاعدة الكبرى ما شكتساوي مئة واثنان سنتيمتر هذا المسافة زائد مئة وستة وثلاثون فلنديروا عملية الجمع مئة وستة وثلاثون زائد مئة واثنان يساوي مئتان وتمانية وتلاتون سنتيمتر اذا نقلنا مئة وستة وتلاتون زائد مئة واثنان اللي هي ماذا وهي مئتان وتمانية وتلاتون سنتيمتر ثم القاعدة الصغرى قاعدة الصغرى مئة وستة وتلاتون سنتيمتر الارتفاع ارتفاع خمسة وتمانون سنتيمتر ثم قد نعوض القاعدة الكبرى لقلنا مئتان وتمانية وتلاتون سنتيمتر ثانية وتمانية وتلاتون سنتيمتر زائد القاعدة الصغرى مئة وستة وتلاتون سنتيمتر نسد القوس في الارتفاع خمسة وتمانون سنتيمتر الكل على اثناني الكل على اثناني القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع على اثنان وقفوا في الفيديو وكملوا العملية ستجمعوا القاعدتين وتضربوهم في الارتفاع وتقسموا على اثنان فتجدون مساحة شبع المنحرف بعد إنجاز العملية سنجد أن مساحة شبع المنحرف هي 15000 895 سنتيمتر مربع لأننا عندنا الأطوال بسنتيمتر إذن المساحة بسنتيمتر مربع ثم نؤطر هذا الجواب التمرين الثالث قياس مساحة المعين هي 16.74 سنتيمتر مربع إذن مساحة هذا المعين 16.74 سنتيمتر مربع السؤال أحسب قياس مساحة المستطيل نحسب أولا مساحة المستطيل هذا المستطيل ثم مساحة الجزء الملون بعد ذلك نحسب المساحة الجزء الملون فلاحظوا إلى قسمنا هذا المعين الربع دي الأجزاء كي ما شفنا في بداية الدرس كيفاش كالقول مساحة دي المعين فلاقسمنا على الربع دي الأجزاء متقايسة كاللاحظوا كاللاحظوا بأن هذا الجزء هذا هو نفسه هذا وهذا الجزء هو هذا وهذا هو هذا وهذا الجزء هو نفسه هذا الجزء بمعنى أن المساحة دي المستطيل المساحة دي المستطيل هي جوج دي المرات المساحة دي المعين لماذا؟ لأن هذا المعين هو نفسه هذا هذا المعين هذا فقط نقسم هادي الجزء هو هذا, وهذا الجزء هو هذا, وهذا الجزء هو هذا وهذا هو هذا. يعني كل جزء مدوبل! كل جزء مضاعف جBS tiempo يعني هاد المعين راه مضاعف جBS في المستطيل فالمستطيل المساحة د오 دائج المستطيل هي الضعف الضعف دائج المساحة معين بما أنهم يناسبون أن النساي المساحة معين ستة عشر فاصلة أربعة وسبعwerk نايز wymو полنطقة فمساحة المستطيل هي ضعف مساحة المعين إذن سنكتب أولا مساحة المستطيل هي ضعف مساحة المعين ضعف مساحة المعين والمساحة المعين كنعرفها إذن المساحة المستطيل سنحسبها 2 S2 كنت ساوي S1 هي المساحة المعين في 2 إذن S2 S1 هي مساحة المعين مساحة المعين S1 هي مساحة المعين في 2 ماذا تساوي؟ تساوي 16.74 سنتيمتر مربع في 2 ونجذ العملية وسنحصل على مساحة المستطيل إذن 16.74 ساوي 30.78 سنتيمتر مربع هذه هي مساحة المستطيل مثلا مساحة المستطيل مساحة المستطيل هي 33.48 سنتيمتر مربع بعد ما لقينا المساحة المستطيل مساحة المستطيل يعني هذه المساحة كلها وكننا عرفوا المساحة هذه المعين 16.74 وكما قلنا عندنا المساحة المستطيل 33.48 سنتيمتر مربع فوقفوا الفيديو وشوفوا كيف هل نحسبوا المساحة هذه الجزء الملون شنو هل نديرو؟ إذن غادي نستعملوا المساحة المستطيل والمساحة المعين وغادي نديرو واحدة العملية وش هي الزائد ولا الناقص إذن فكروا ثم رجعوا وشوفوا الجواب إذن غادي نديرو المساحة المستطيل وغادي نقسوم منها المساحة المعين وغادي نديرو وغادي نديرو الجزء الملون إذن مساحة الجزء الملون مساحة الجزء الملون هي المساحة هي هي المساحة المستطيل هي مساحة المستطيل دي المساحة المستطيل قلنا S2 مساحة المستطيل ناقص S1 المساحة المعين يساوي ماذا؟ المساحة المستطيل قلنا 3.38 سنتيمتر مربع ناقص المساحة المعين 16.74 سنتيمتر مربع يساوي ماذا؟ إذن 33.48 ناقص 16.74 سنتيمتر مربع يساوي 16.74 سنتيمتر مربع لماذا؟ لأنك نضربنا 16.74 سنتيمتر مربع في إثنان باش نحصوه على 3.38 سنتيمتر مربع أولا لما ندير هذه العملية ممكن نتجوها فقط فقلنا بأن المساحة المستطيل هي الضعف دي المساحة المعين أولا المساحة المعين هي النصف دي المساحة دي المستطيل وكذلك قلنا بأن هذا الجزء هو هذا وهذا 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 بمعنى أن جوج دي المرات المساحة دي المعين ستعطينا المساحة دي المستطيل فإذا حييدنا واحد المعين سيبقلنا مساحة معين آخر إذا نتبقلنا المساحة دي المعين الآخر فإذا حييدنا هذا المعين من المساحة دي المستطيل فإذا يبقلنا هذا الجزء مع هذا الجزء مع هذا الجزء مع هذا الجزء فإذا ركبناهم غضي يعطينا معين إذا نتبقلنا المساحة دي المعين اللي هي 16.74 سنتيمتر مربع الإجزرسيس 4 يحيى أرياليزي إن فيجور إن كولان دي تريانجل إيدانتك أو تريانجل أورانج إذن يحيى أنجزة هذا الشكل بعد إلصاقه لشكلين متطابقين يعني هذا الشكل هذا اللي هو متطابق قام بإلصاقه على هذا الشكل إذن هذا هو هذا هو نفسه هذا الشكل هذا اللي هو متلاتي إذن هو لصق جوج دي المتلاتات فأعطاه هاد الشكل سؤال الأول جو كالكول لامزور دي باريمتر دي لفجور دي يحيى قد نحسبو المحيط دي الشكل اللي حصل عليه يحيى إذن المحيط هو ما يحيط بالشكل إذن شنو أنديرو قد نحسبو هاد ضلع زائد هاد ضلع الصغير زائد هاد ضلع زائد هاد ضلع زائد هاد ضلع فهاد ضلع كان عرفوه وهذا كان عرفوه هاد ضلع هو هاد وهذا قنا عرف القيز دياله هو هذا وهذا الضلع هذا الضلع هو هذا اللي هو نفسه هذا إذن هذا حل القيز دياله أربعة سنتيمتر هذا هو هذا خمسة سنتيمتر هذا كذلك خمسة سنتيمتر هذا الضلع وهذا ثلاثة سنتيمتر وهذا من هات الجهة اللي هو أربعة سنتيمتر وبقنا هذا من هنا حتى الهنا اللي هو ثلاثة سنتيمتر إذن كيفاش غادي نلقاو هذا الجزء هذا من هنا حتى الهنا عشنو هنديرو وقفوا الفيديو وفكروا كيفاش غادي نلقاو لأنه باش نحسبه الموحيط كيفسنا نحسبه هاد المسافة باش نضيفه على الأضلع الأخر إذن عندنا من هنا حتى الهنا قلنا أربعة سنتيمتر اللي هو هاد الضلع وعندنا من هنا حتى الهنا اللي هو هاد الضلع ثلاثة سنتيمتر فباش نلقاو هاد الضلع الصغير قد نديرو ربعة نقسو من هالثلاثة إذن أربعة ناقل ثلاثة يساوي واحد إذن هنا عندنا واحد سنتيمتر من هنا احتلاله بعد ما القناة قياسات الاضلع ووقفوا الفيديو وحسبوا المحيط ديال هاد الشكل المحيط هو ما يحيط بيه شكل ما يحيط بيه حلا بغيش يتدور عليه واحد الخيط تجيب الخيط من هاد النقطة هاد النقطة حتى ترجع لنا يتجيب الدورة وتشوف الطول ديال هاد الخيط اذا محيط ديال هاد الشكل كما قلنا خمسة سنتيمتر زائد خمسة زائد واحد سنتيمتر زائد خمسة سنتيمتر زائد اذا هاد الضلع زائد هاد الضلع زائد ثلاثة زائد اربعة ثلاثة سنتيمتر زائد اربعة سنتيمتر يساوي ونجمع هاد القياسات اذا خمسة زائد خمسة عشرة 11 زائد 3 14 زائد 4 18 سنتيمتر 18 سنتيمتر هو المحيط الشكل الذي أنجزه يحيى بجو كالكول سؤال ثاني فمساحة الشكل الذي أنجزه يحيى هي المساحة المثلت مرتين لأنه شكله بمثلتين يعني لقى مثلت مع مثلت يعني المساحة هي المساحة زائد المساحة قلنا بأن المثلتين متطابقين فبالتالي سنجد المساحة المثلت ونضربوه في جوش إذن أول حاجة يخصنا نفكرها هي القاعدة التي نحسبها بها مساحة المثلت نحسبها مساحة المثلت ماذا القاعدة؟ القاعدة الارتفاع على إثناني بعد ذلك كنرجع للشكل كنشوفوا القاعدة والارتفاع وكنضربوا القاعدة في الارتفاع على إثناني ونضربوها في إثناني إذن مساحة واحد المثلتين يعني واحد فيهم هي القاعدة في الارتفاع على إثناني إذا اعتبرنا هذه القاعدة الارتفاع الموافق لها هو أربعة إذن ثلاثة أربعة ساوي ثلاثة سنتيمتر في أربعة سنتيمتر قسموا على إثناني إذن ثلاثة في أربعة إثنان عشر إثنان عشر على إثناني ستة سنتيمتر مربع إذا بقى الله لقينا المساحة دي المثلت واحد هذا ستة سنتيمتر مربع وقد نضربوها في إثناني هاتش كي يكاف بأن لأن هذه المساحة دي المثلت واحد أن المساحة دي الشكل هي المساحة دي الواحد الشكل في إثناني المساحة دي الواحد في المثلتين في إثناني اللي هي ستة سنتيمتر مربع سنتيمتر مربع في اثنان يساوي ستة في اثنان اثنان عشر سنتيمتر مربع هنا دي المساحة دي الشكل الذي أنجزه ويحيى قلنا المساحة دياله هي المساحة دي الجوج دي المثلتات لأنه كون باستعمال مثلتين متشابهين إذا المساحة دي هذه المثلت هيا نفسها المساحة دياله دي المثلت فاحنا يريدنا نحسب المساحة دياله دي نحسب المساحة دياله دي المثلت واحد وهذه نضربوها في الجوج اللي هي ستة سنتيمتر مربع في اثنان اثنان عشر سنتيمتر مربع هي المساحة ديالة الشكل